This is only suggested by some علماء It is never taken by هذا العشرة برزيبت الله نقول أمير المؤمنين أن هناك ملاحظة تتعلق بهذا الموضوع أن سيد عائشة عندما قالت قولها هذا لم تشر فيه لا من قريب ولا من بعيد بمجيء المسيح ولكن هذا كان استنباطا من العلماء الذين أرادوا أن يربطوا بين قولها هذا وبين الآية وبين الحديث فوصلوا إلى هذا المعنى وإن كان هذا المعنى صحيح إلا أن المعنى العام هو الذي كانت تقصده السيدة عائشة وهو أنه إذا أتى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون تابعا خاضعا مستمدا منه داخل إطار دعوته لا يخرج عنه قيد أنملة فهو النبي الخاتم فهو خاتم الأنبياء وهو السيد وهو الأصل الذي يأخذ منه بعد ذلك هذا هو المعنى العام المراد فهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم من الأماكن فهم إذا فهموا أنه لا نبي لا نفي للجنس أنه لن يأتي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم أي نوع من الأنبياء مهما كان ولكن هناك الأحاديث الذي يؤكد أن عيسى سوف ينزل وسوف يكون نبيا طبقا للأحاديث الصحيحة فهم يتهربون من هذه المشكلة بأن يقول لا ليس بعد النبي إنسان يرفع إلى مرتبة النبوة وإنما النبي القديم الذي لا تزول عنه النبوة يبقى حاملا لها يمكن أن يأتي إلى الدنيا بنبوته ويرجع مرة أخرى هذا باب لا يأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر إلى النبوة من خلال المصطفى وخاتمته خاتميته للنبوة وإنما يدور حولها ويأتي بنبوته هذا المعنى أقفلت السيدة عائشة الباب عليه وقالت لا إن خاتم أنه خات قولوا إنه خاتم الأنبياء لأنه لا يأتي أحد إلا من خلال ختم النبي صلى الله عليه وسلم من نبوة سواء أكان قبله في الزمن أو بعده في الزمن وقالوا 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 في الزمن وقت لا يأتي لنك واحدة إذاً إذاً هذا ما نقول هذه القول لنوا قولوا في الزمن لا يمكنها outside Islam outside the domain of the Quran outside the domain of Hadith and he has to be a subordinate prophet to Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam so ultimately they make Jesus something of this fulfilling these requirements and they push him into the Ummah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam from outside and make him fulfill these conditions when we present these conditions they say you are against the meaning of Khatam and Amin when they want to create a prophet they bring it from outside and make changes into him and make him forcibly enter the Ummah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam while the Holy Quran would never permit it to happen it will continue to read Rasulun ila Bani Israel Rasulun ila Bani Israel and Torah the prophet of Torah who would read Torah and deduct from Torah so where will the Quran go if he comes from outside and he is made to do Baya of Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam through Imam Mahdi or whatever means and becomes a part so that the objection of Khatamiyat is removed then what about these verses he would say I will only teach the Quran the Holy Quran says no you must teach Torah as well you must teach the book of Moses and you must claim that you have not come to cancel but to fulfill you must continue and when he will say O Ummah of Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam I am a prophet to you he will say shall we accept your word or the word of the Quran the Quran says you are a prophet of Bani Israel so go to Bani Israel go to Jerusalem don't enter Mecca and Medina because it is the Quranic word how would you resolve this dilemma that is the problem And we will see or said سيدنا عيسى النبي السابق جاء إلى الدنيا بنبوته ألن يتلقى وحيا جديدا من الله سبحانه وتعالى ويتعلم الشريعة الإسلامية هذه الأشياء أليس هذه نبوة جديدة لأنه يتعلم ويتلقى وحيا جديدا كما أخبر الحديث النبي الشريف على أي حال هم يرون أن هذا لا يتعارض مع خاتم النبوة إذا توفر فيه شرطات الشرط الأول أنه يقبل بشريعة محمد ويقبل القرآن ويقبل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني أن يكون خاضعا للنبي لا يخرج عنه ولا يغير شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم